موسيقى تواجد الإخوان في الغرب قديم بدأ بهروب الحج أمين الحسيني من العراق كان مفق القدس ساعتها وهو كان على تواصل مع حسن البنة اللي هو مؤسس لخن المسلمين سافر على برلين وتحلف مع هتلر وأسس له فرقتين عسكريتين من المقاتلين المسلمين في حوالي 100 ألف مقاتل مسلم وارتكبوا مجازر في الحرب العالمية التانية هتلر عمل للحج أمين الحسيني ساعتها راديو في برلين ويوجه بقى بورباجندا نازية لمصر وكذا وحسن البنة نفسه ابتدى يعمل في مصر بورباجندا لهتلر ويقول أنه أسلم وأنه هو دلوقتي اعتنق الإسلام وما هيجي هاجم الإنجليز في مصر ومش هيدمر المساجد وهكذا وحسن البنة طبعا كان معجب جدا بهتلر وتجربته ونقل تجربة بتاعة الحزب النازي تقريبا لحركة الإخوان المسلمين من حيث الفكرة اللي هو الحزب الذي يتسلح بميليشيا عسكرية ومن حيث الأفكار القائد الملهم المخلص وحتى اسم فيورر الألماني اللي هو بتاع هتلر ترجمه حرفيا المرشد هي ترجمة حرفية لكلمة فيورر الألمانية يبعث كوادر من أبناء الإخوان للأحزاب السياسية في ألمانيا وفي النمسا يأسس أكاديمية في النمسا اسمها جميل جدا الأكاديمية الإسلامية لتأهيل الأئمة ومدرس الدين الإسلامي فيسيطروا على المدارس وعلى الأئمة يأسس في ألمانيا معهد جامعي اسمه المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية وتخش تلاقيهم بقى بيمجدوا في حسن البنة وبيدرسوا كتب الشيخ القرضاوي فحاجة عجيبة جدا هم عرفوا إزاي يستخدموا المصطلحات الحقيقية فما عادش يقول لك جهاد ما عادش يقول لك شريعة يقول لك تعايش يقول لك احتواء يقول لك يعني تسامح فهو بيوزع الأدوار لكن هو مازال عنده شبكة مالية مهولة جدا بتدعم مساجد في منتهى التطرف لأنه هو يهمه أن يكون المتطرفين تحت إيده والليبراليين تحت إيده يهمه أن داعش من وقت التاني تعمل أعمال إرهابية حتى في أوروبا عشان هو يجي يقدم نفسه أنه هو البديل الوسطي هو اللي ساعد الشباب المسلم على الاندماج وهو اللي حيحارب التطرف وهكذا فدي اللعبة حتى اللعبها في مصر ولا بها في تونس قبل كده نفس اللعبة الإخوان هم أصحاب خطاب الجهاد وكل جماعة متطرفة طلعت من رحم الإخوان ودايما الإخوان لما بيفضل يدعو للجهاد وفتح الأندلس وتحرير القدس لكن في النهاية ما عندوش مشروع فعلا جهادي وما بيروحش القدس يحرر فبيحصل إن الشباب بيصب الإحباط بعد فترة ويشوف الشباب يقول بس يروج لحماس ويروج للمقاومة ويسميها المقاومة الإسلامية يعني عندو أدواته أيضا في هذا الإطار عندو أدواته بس هو ما بيروحش يحارب بنفسه هو بيحارب بالكلمة ويحرب لكن بصة لقى الإخوان متحلفين مع أردوغان اللي هي دولة علمانية أصلا وفيها دعارة وكل حاجة ما فيهاش أي حاجة من الشريعة الإسلامية بالطبع ومتحلفين مع الغرب والفيمينست والمثليين طالعا إحنا عايزين نجاهد وهو طبعا بيوزع يعني بيبعث المجاهدين بتاعه روح سيناء روح سوريا روح العراق وعايز يحتفظ إنه دايما رمانت الميزان يسيطر على الهرابيين ولكنه يظهر في السورة أنا ما عملتش حاجة